سلام وصلنا للمرحلة الثالثة من مراحل النمو النفسي على حسب سيجموند فخيد رحل نحكيه على أهم مميزات هاد المرحلة رحل نحكيه كذلك باختصار شديد ولكن مبسط رحل نحكيه على الاضطرابات النجا عند توقف النمو النفسي في هاد المرحلة المرحلة الثالثة على حسب سيجموند فخيد تسمى بالمرحلة القضيبية سيلو استاد فاليكا هاد المرحلة تبدأ ابتداء من عمر ثلاثة أربع سنوات على حسب المراجع وعلى حسب الكتب كل واحد وشيقه كان يقول ثلاث سنوات كان يقول ثلاثة ونص كان يقول أربعة نقولوا بين ثلاثة وربعة في هاد المرحلة كيف سبقوا قلت في بودكاست مخصوص بهاد المرحلة رايح يتم انتقال الشهوة الجنسية من منطقة الشرج اللي شفناها في المرحلة الشرجية إلى المنطقة القضيبية منطقة الشهوة هنا ستكون القضيب في هاد المرحلة الطفل رايح يكتشف انه الولي من نفس الجنس يشكل خطر ومنافسة بما يخص الولي اللي عنده جنس مغاير مبسط إذا كان الطفل ذكر رايح يميل أكثر الأمه رايح يحبها حب شديد الأمه ورايح ما يفهمش في هاد العلاقة رايح يدخل كائن جديد عنصر ثالث رايح تكون علاقة ثلاثية لهذا نحكي على ثلاثية هو الوالد رايح يحس الطفل بمنافسة شديدة من طرف هاد الوالد رايح يحس بالغيرة ورايح يشعر بالكراهية اتجاهه ورايح يعمل كل ما فيه وصعوب الشي بعده على الوالدة على الامتاعه اللي هي موضوع الحب في حال إذا كانت بنت رايح تحس بإعجاب وبنساختناتي رايح تكون مشدودة بكثرة للوالد للأب تحها وراح تشعر بالغيرة وببعض من الكراهية والنفور بما يخص أمها ورا هنا كذلك الطفلة يحي يشعر بواحد الإحساس واحد القلق التخلي رايح ينتج على هاد هاد الحالة هادي رايح ينتج واحد القلق الاسمه الفانتاسم دابندن وين الطفلة رايح يحس روحوا إكسكلوا من هاد العلاقة خاصة إذا صادف وشاهد إنسان بريميتيف ولا شاف الوالدين عنقوا بعض حضنوا بعض قبلة أو اصدفوا تخلي الغرفة بدون استئدام وشافوا شلي شاف رايح يحس روحوا من هاد العلاقة رايح يحس روحوا مستبعد عن علاقة الحب هادي نقدروا نشوفوا بعض الانطوائية نلاحظوا بعض الانطوائية عند الولاد في هاد العمر راح نقدروا كذلك نشاهدوا بعض العدوانية عند الولاد كذلك خاصة اتجاه الولي من نفس الجنس على الطفل نلاحظوا كذلك بعض التناقضات دان السنسوين كاين الطفل يشعر بشعور تحب اتجاه الولي اللي عنده جنس مغاير ويشعر بكراهية وغيرة اتجاه الولي من نفس جنسه في هاد المرحلة كذلك عقدة معروفة عقدة الخاصة في هاد المرحلة مرحلة القاضبية الطفل رايح يكتشف جنسه إذا كان ذاكرا رايح يكتشف امتلاكه للقاضيب وإذا كانت بنتا حات تكتشف عدم امتلاكها لهاد القاضيب يعني توتاميتو توردو دو سات ارغانا نقولو بلي هاد العدو يمتلو أو يرمز للقوة دونك من خلال عقدة اوديب الطفل الذكر رايح كيف هو يكبر كيفاش رايح يوصل لحل هاد العقدة اوديب رايح هويتو راح تتشكل على حسب الاب اللي كان في محيطه رايح يعرف الطفل انو الاب من نفس جنسه انهم كيف كيف راحين يعملوا بعض الحاجات كيف كيف يلعبوا كورة او يتحدثوا يعرف لي راهو هنا بش يعاونوا ماهوش هنا كمنافس خاصة اذا كان الاب كذلك يفرض نفسه ويفرض احترامه وريح يوضع القوانين ونحكيب على الالواجوبة غا في نظريات التحليل النفسي الأب هو اللي يقول له نان ما تقبلش امك بطريقة هادي على الفم مثلا او ما تلمسش بعض الاعضاء في كاين بعض ذكور فعندما ربعة خمسة ست سنين ويوضع يدو في ملابس او يلمس ثدي تاع الام في هكا بوبليكمان ولا واحد يقول له نان ولا واحد يقول له احشم عيب حاجة ما نعملو هاش هكا ولا لازم الاب هنا لازم يفرض نفسه ويفرض الاحترام يفرض القانون وش هو مسموح وش هو ممنوع وهذا ريح يعاون انه في المستقبل يكون عندنا شخص سوي دو شخصية سوية يحترم القوانين يحترم الوش مسموح يحترم الاشياء الممنوعة مريح شي تعدها يحترم القانون مواطن صالح شخصية سوية وكذلك بالنسبة للطفلة للبنت اذا كانت بنت كذلك فانها عندها عمر معين تجلس بطريقة غير محترمة مثلا وتحدث بطريقة غير محترمة عندها علاقة فان بارتكوليير مع الاب انتحها كذلك الام هنا لازم تفرض نفسها تقول لها نو احشم هنا ساس فيبا هنا هاهم الحدود انت على العلاقة وانا زوجتها وانا هاد بعض التصرفات مثلا تقبيلو على الفم اه الصرفات هادي مقبولة اه لاني زوجتو مهيش مقبولة ليك انت او الجلوس بالطريقة هادي ولا فان لازم وضع ايطار تربوي معين حاجة اخرى بارابور لانجوازدو كاسدراشن كذلك قولنا امتي ليك عهدات الخاصة الطفلة يحى يفا اسيدنتيفيه للأب وطفلة رحاته تعرف انها هنا بشتعاونها توري لها حاجات تعلمها تولي تحب تعمل حاجات كيفها وتشبه لها سواء في طريقة اللبس في طريقة الماكياج كيف تكبر لانه عقدة اوديب رايحة تتكبت في الطفولة او رايحة تعاود ترجع في مرحلة المراهقة في مرحلة المراهقة وين الانسان يحل عقدة اوديب بتاعه لهذا نلقوا بعض الصراعات اللي رايحة الفاسو غي اكتيفي في مرحلة المراهقة بين البنت وامها وبين الذكر الولد والابن تاعه حاجة اخرى الطفل البنت رايحة تعاود عدم امتلاكها لهذا القوة رمزيانة تساي سيمبوليكا هاد التعبير المجازي او ولا فراحة تعاود هاد القوة ام عن طريق الاب انتحها الاب بما انه يمتلك لهذا العضو اللي هو نحكي عليه وبكثرة في نظريات تحليل نفسي القضيبة رايحة تستمد قوتها من قوة الاب اللي يمتلك هاد العضو اه وش نقدر كذلك نقول لكم على اه على المرحلة القضبية اه في هاد المرحلة كذلك نشوفو اذا الطفل ما رايحش يمتتل للأوامر اه رايح ايفاس غوبيلي اه نشوفو رايحي يرفض حاجات كثيرة كل وشو نقولولو رايحي يجرب يفرض روحو رايح نلقوا بعض العدوانية راح نلقوا التبول اللي ايرادي اه كتعبير اللي عدم امتثالو هاد الاوامر او هاد القوانين يعبر على شخصيته الصغيرة يعبر على نفسه نلقوا الاجزيبيسيونيسم كذلك بعض الاطفال يجروا يتعروا في مواقف او في مجالس اجتماعية اه هذا كامل تربية اه سيون كيشون ده ادوكاسيون هي التربية كل وش يصير كل وش نزرعوه في الطفولة راح نحصدو نتائجو بلتار في المستقبل اه بعض الفنتاسم كذلك تميز هاد المرحلة كيما الفنتاسم اوديبيان كيما قلنا المراحل في عقدة الاوديب نلقوا بعض الهوامات كذلك الهوامات على سان بريميتيف المشهد البدائي هو العلاقة الحميمية بين الوالدين اللي يقدر يكتشفها الطفل لكن هي رايح هاد السوفنيغ الذكرى هادي راح تتكبت في العقل الباطن العقل اللواعي العقل الباطن نلقوا هوام التخلي الاغراء وعقدة الخصاء حبيت نحكي لكم من اهم الاضطرابات كذلك الناتجة على هاد المرحلة هو بعض الانحيافات الجنسية اذا ما عرفناش كيفاش نوضعوا الاطار وكيفاش نربوا طفل من الصغر وكيفاش نوضعوا الممنوع والمسموح والقوانين في المجتمع المصغر اللي هو العائلة يعني نقدروا نحصدوا حاجات سلبية نخليكم سلام